السلام عليكم توجيه مهم من السيسي بشأن أداء كل المشاركين في الأولمبياد الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أعرب الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لللاعبين الثلاثة الممثلين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعا بها جاء ذلك خلال ترأوس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة وتابع نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات ولذا هناك توجيه من الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهبين والمميزين رياضيا بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضيا للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد اشتركوا في القناة